إلى أدنى مستوى عرفه العراقيون ينخفض منسوب مياه دجلة فخف تهديره وسكنت مياهه حتى صار أشبه ببحيرة بدأت تجف بشكل تدريجي منذ 15 سنة إلى أن وصل الجفاف إلى درجة دقت فيها نواقص الخطر وذلك على لسان مسؤولي الموارد المائية الذين حذروا من تعاظم كارثة الجفاف مع انتصاف فصل الصيف هذا اللي تشوفه أمامكم هو بداية الأزمة والأوضاع ما راح تتطور تصور بنهاية السادس نهاية السابع راح تكون أزمة حادة حتى في مياه الشرب بسبب أنه هاي الموارد المائية الموجودة بالعراق من دا تكفي الجفاف سبب عام تمر به كل دول المنطقة إلا أن العراق يزيد عليه بفساد الحكومة وعجزها عن إيجاد الحلول كزيادة عدد السدود وشق الترأ وما إلى ذلك من المشاريع المائية بل على عكس ذلك بلغ الإهمال الحكومي لدرجة غابت فيها حتى الحلول الإسعافية مجلس الوزراء لحد الآن وكأن هذا الشيء ما يعنيهم يعني إنه الإنسان راح يعطش عدنا أراضي زراعية ما تعنيهم بعدين استخدام المياه ليس بالصورة الصحية أكثر من سبعة ملايين دونا باتت مهددة بكارثة التصحر ما يعني جفاف البساتين وتحول العراق إلى بلد مستورد للخضار ليضل بذلك عاجزا عن تحقيق اكتفائه الذاتي هذا بلد مو زراعي إذا توفرت المياه راح نزرع أحنا فراح تنظره بمصالح تركيا ومصالح إيران بهذا الموضوع كما أن للبعد الإقليمي دورا في انخفاض منسوب نهر دجلة نظرا لعدم وجود تفاهم مع بلد المنبع والروافد من قبل وزارة الخارجية إحنا عدنا ثلاث دول محتمدين عليه محتمدين على المنبع التركي محتمدين على روافد إيران هذه المشكلة إذا حليت مشكلة تركيا راح أصير عنده مشكلة إيران مشكلة إيران إذا حليت راح أصير عنده مشكلة سوريا فمحتاج الحكومة تفعل دور الخارجية كارثة كبرى تفتك بالعراق وتقدم مساحاته الخضراء حتى بات العراقيون يخشون أن يأتي يوم ويصبح فيه بلد الرافدين اسما بلا مضمون